أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به العلاقات البحرينية البريطانية التاريخية المتميزة من تطور ونمى على كافة الأصعدة والتي تأتي وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منوها سموه بالحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية صباح اليوم بسعادة السيد جيرال كامن ديش جروزبينر دوق ويست منستر وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين حيث رحب سموه بالدوق جروزبينر واستعرض معه العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات والتي تأتي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية نحو أفاق أرحب من التعاون الثنائي من جانبه يعرب دوق ويست منستر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات مملكة البحرين والمملكة المتحدة مشيدا مما تشهده البحرين من نهضة حضارية وتطور على كافة الأصيدة مشيرا إلى أهمية تعزيز علاقات البلادين والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة نحو أفاق أرحب ترجمة نانسي قنقر